بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة معلش ده في اسم مختلف شوية دي استغاثة لسيادة وزير التربية والتعليم عشان في سؤال انا مش قادر اسكت عنه بصراحة السؤال ده انا بتكلم عشان خاطر هو موجود في امتحان الفيزياء بالعربي غير امتحان الفيزيكس ترتيب الكلام مختلف اللي هو السؤال بتعمل الفان وان وطو ومساحتهما اي وان و اي تو حضرتك لو قرأته بالعربية يا سيادة الوزير هتلاقي نفسك المفروض الملف رقم واحد مساحته باسمها اي تو والملف رقم اتنين مساحته اسمها اي وان طبعا دي فكرة غير منطقية طيب لو اعتبرناها فكرة هيبقى فيها درجة من الصعوبة واللغط على طالب الفيزياء بالعربي طب لحضرتك لو قرأت بقى الامتحان بتاع اللغات هتلاقي الموضوع موجود بترتيبه الملف وان مساحته اي وان والملف تو مساحته اي تو فالامر يعني غير مقبول انه يبقى فيه هنا يعني الفرصة سهلة بالنسبة لطالب اللغات وصعبة على طالب اللغة العربية طالب الفيزياء بالعربي فهي اصلا مش فكرة يعني انا ما اعتقدش انها فكرة يعني اعتقد انه خطأ من اللي كتب الكمبيوتر طب لو هي خطأ يبقى يتم تداركه طب لو هي فكرة اشمعنا هي فكرة عن بتاع العربي ومش فكرة عن بتاع اللغات يعني يعني ياريت مراجعة السؤال ده حضرتك احنا بنلتمس من حضرتك العدالة لانه يبقى فيه تكافؤ فرص لان السؤال ده طلبة كتير جدا من طلبة الفيزياء بالعربي اطلق بطه فيه عشان هو كاتب له وان و تو وبعدين تو وان ففيه هنا يعني ازاي ملف اسم وان يبقى مسحت اسمها ايه تو والملف اللي اسمه تو مسحت اسمها ايه وان فين الفكرة فمعلش يعني ان نلتمس من حضرتك مراجعة دوت لانه والله الدرجة مع طالب السنوية العامة هتفرق كتير هتفرق كتير تجيبه من منطقة المنطقة تجيبه من جامعة حكومية الجامعة خاصة فنلتمس من حضرتك يعني النظر في الامر لتحقيق العدالة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا